بسيطة انت خسرت عملك بسبب اقاويل بسبب اشاعات بسبب منافسين او ممكن تكون تعرضت حتى الخسارة مادية وهي الخسارة مؤثرة عليك بشكل كبير هاي للناس اللي عندهم شراكات او يعني عندهم عمل خاص بهم اما بالنسبة للناس العامة اللي هي ممكن يكونوا الموظفين او شي قاعد اشوفك انت خلال هاي الفترة بدا تحس نفسك مقيد او عندك لمة معين للمصاريف بدا انت تحاول انه اه تمشي مصاريفك بالعافية يعني شون نقول بالعافية احنا اتعافر على مود في سبيل انه مصاريفك هذي اه اتكفيك الاخر الشهر كلنا نعرف انه احنا حاليا بازمة فممكن هاي الازمة المادية مؤثر عليك طبعا الورقة اللي طالع هناك هي ورقة سلم وفوند مخلوبة فاللي قاعد اشوف انه انت قاعد تحاول 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 حتى توازن امورك المادية او حتى انه اه اتخلي لمة معين للمصاريف حتى ما تحتاج ونفس الوقت تكون يعني شلون اه شون اوصف لك يا انه حاجاتك او احتياجاتك بالبيت او سواء بالبيت او اذا شنت انت مثلا اه عندك مسؤوليات تجاه العائلة لان البعض منكم اشوف عندها مسؤوليات تجاه العائلة طلعتلي بالاسرة فده تحاول تساعد فده تحاول انه تخلي وضعك المادة مستقر حاليا وعندك تفكير كلش كبير بالمادة وماثر عليك هذا التفكير بشكل سلبي حتى على الصحة فحاولوا انه تفكروني بايجابية شوية خلال الفترة اللي جاية يعني اه خلوها على الله اشوف اكون مساعدة من شخص من العائلة مقرب من العائلة راح يمد ايده وراح يساعدكم بمبلغ او ممكن باشي ثاني اذا كانت مثلا رايد وظيفة او شغل خاصة لناس اللي خسروا خسروا شغلهم اشوفوا بسبب اقاويل او حتى خسروا ممكن خسارة مالية اشوف اكو شخص راح يحاول يساعد برج السرطان حتى يطلع من الازمة اللي هو موجود بها حاليا واللي هي تشمل العمل والمادة بالنسبة للصعيد الصحي اليك يا برج السرطان اللي اشوفه انه انت صحتك حاليا متأثرة بالحالة النفسية بالدرجة الاولى البعض منكم يا برج السرطان طالع ليهنا سيناريو موجود انه اكو كلام وصل اليك او انحيشة عنك الكلام هذا كان بيظلم وهذا الكلام حاليا اموجع راسك يعني بالمعنى النفسي وبالمعنى الجسدي اشوف اكو كلام او اقاويل طلعت على برج السرطان باخر فترة وهاي الاقاويل او حتى المكالم اللي اجدته او الرسالة تم اثر على صحته بالدرجة الاولى فالبعض من عندكم اشوف قاعد يعاني حاليا من كثرة التفكير ارق ما يقدر ينام بعض منكم اشوف عنده صدع اما البعض الثاني من برج السرطان اشوف عندك الام بالعظام خلال هاي الفترة حاول تنتبه عليها شوية وحاول اذا زادت عندك هذه الام انه تتجه الى الطبيب استشارة طبية بس ان شاء الله الامور طيبة يعني لا تخافون الله ينطي لكم الصحة والعافية بس هي مجرد اشياء ممكنان ينبهكم عليها حتى بالفترة الجاية تنتبهون على نفسكم وممكن تتفادون شي اكبر فالبعض منكم اشوف اي قللوا من القلق النفسي اللي موجود عندكم لان هذا شي قاعد ياتثر عندكم ارق على منطقة الرأس الصداع وبسبب قلت لكم اقاويل اكو على برج السرطان اكو ناس ده تحاول توقع بينك وبين شخص او حتى تسبب لك مشاكل بالعائلة احذر من هاي الطاقة شوية واحذر من هدول الناس وحاول انه اتخلي حد للناس اللي موجودين بحياتك بالفترة الحالية لانه ممكن يطلع عليك كلام يوجع راسك بالفترة الجاية بس اطمنان اشوف انه انت قد التحدي فراح تقدر تصد هاي الاشاعات والاقاويل بس هذا لا يمنع انه هي ممكن تأثر على حاتك النفسية اما بالنسبة للصعيد العائلي برج السرطان اشوف اه على الصعيد العائلي امورك راح تبلش تتوازن اكو مصالحات مع البعض البعض منكم اشوف عنده مشاكل صار لفترة ممكن ويا اخ كبير او ويا الاب شخصية الاب او الاخ الكبير بس اشوف اكو مصالحة اه اما بالنسبة للناس اللي متزوجين اشوف اكو مساعدة راح تكون اكو شخص راح يقدم مساعدة لكم قلت لكم ايها على الصعيد العامل ايضا شخص من العائلة اشوف راح يقدم لك مساعدة بمبلغ مالي راح ينطيك اياه حتى تمشي امورك بيه خلال هاي الفترة وقالي قاعدة اشوفه انه انت راح تقبلها هذا الشخص كبير بس ان اشوفه اكبر من عدكم والفترة الجاية خلال يعني ثمانة ايام راح يكون لك تواصل وياه هذا الشخص وممكن انه اه راح يساعدك بمبلغ مالي يخليك تمشي امورك بالفترة الحالية هسا ننتقل بالصعيد العاطفي على الصعيد العاطفي اشوف اوني عندي مقسومة القرارة العاطفية الى نصفين للمنفصلين صار لهم فترة ولل يعني الناس اللي هسا مرتبطين وابدي بعلاقه هما موجودين فخلي ابلش لكم اول مرة بالناس اللي هما اساسا بعلاقه الفترة الحالية يعني مرتبطين يعني اشوف انه الناس اللي حاليين بعلاقه انتوا قاعد تتعاملون وياه شخص عنيد ممكن يكون اكبر منكم بالسن هذا الشخص او ممكن يكون بينكم وبينه فرق يعني بالسن وممكن هو اكبر او انتوا اكبر بس اللي قاعدة اشوفه انه اكو شخص مغرور متكبر جدا عنيد وهو يحكي بكلمة اوني 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 يعني من النوع اللي صعوب يعبر عن مشاعرك وحتى من يعبر عن مشاعرك اتحس انه اكو بيها غرور يحسسك انه هو اكو مني بالمشاعر اللي هو دي يقولك ياه هو هذا الشخص ااني اشوف انه عنده مشاعر اتجاهك هذا اللي لا يمنع انه هو مشاعر اتجاهك موجودة ولكن هو من النوع اللي عنده الكبرياء الكبرياء زايد عن حد هذا الدرجة انه هو ما يقدر يعبر لك عن مشاعره هو يستحي في عبر عن مشاعر الشخص ممكن هذا الشخص من النوع اللي يقولك انا اذا اعبر عن مشاعره وابين ضعف في هذا الشخص فهذا الشخص باتشل راح يستغلني راح يتعبني اشوف انه هذا الشخص ممكن كانت عنده مشاكل بعلاقات سابقة وهاي المشاكل اللي عنده صارت وياه سابقا بسبب اهتمام الزائد بالناس خلتها خلال هاي الفترة هو خايف انه ينطني شاعر يعني امصدر وجه خشب لناس رغم انه هو اكو مشاعر بالداخل البعض منكم اشوف انتو عدكم زعل وياه هذا الشخص صار لكم فترة ممكن ممكن سبع ايام وشي رقم يعني اكو شي بي رقم سبعة طالع لكم هنا اكثر من مرة تكرر فهذا الشخص اشوف اذا صار بينكم زعل هو يريد يجي يقدم صلوح طبعا هاي مو للمنفصلين للمرتبطين وحاليا اكو بينهم تباعد يريد يتقدم هذا الشخص خطوة تجاهك يريد يصالحك هو مقدم لك كاس الحب يريد يصالح ولكن شوية عنده نوع من الكبرياء هو ده يقول انه خلي انتظر شوية هو راح يجي انتظر شوية هو راح يبادر هو راح يجز ميسج هو راح ينطيني اشارة حتى هنا يدخل فهو منتظركم هذا الشخص طبعا الحلو انه العلاقة اللي بينكم وبين هذا الشخص رغم انه قلت لكم هو ممكن يكون كل شيء يزيد عن حده ينطيني يعني عنيده متكبر شوية وهو تعبان بحياته هاي هذا الشخص اشوف يعني تعبان بحياته وتعبان على نفسه فله السبب هو يشوف الناس بطرف عينه يعني هو من يباوع حتى هذا الشخص يتحسي يباوع بطرف عينه وممكن ايضا يكون هذا الشخص من برج الحمل اللي انتو تتعاملون ويهمينه اذا كنا نحكي على ابراج فطالع لكم برج الحمل يعني هو طاقة هذا الشخص طاقة الامبراطور طالع فهو كل شيء معظم نفسه يعني هو شيء كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده مهما كان هذا الشخص مواصفاته زينه بس انه من يواصل للمرحلة انه يستحي في كل مشاعر ما يعبر عنه فهذا الشخص اكو عنده مشكلة من الطفولة ممكن مؤثر عليه بحياته او مر بعلاقة فاش لو هنا همي ايضا طلع عليه انه هو ممكن يكون سابقا مر بعلاقة فاش لا ضيع بيها وقت اضيع بيها تعبه وثم ولكن اه الطرف الثاني جازاب انه ممكن خذله او خيه بظنه فهذا الشيء اللي نخليه حاليا هو يستصعب انه هو يفتح قلبه للحب مرة ثانية نخليه متردد انه هو يعبر عن المشاعر حاليا بكل الاحوال البعض منكم طبعا القراءة العاطفية ممكن تكون عكسية لانه ويناس يتبولي بالتعليقات انه القراءة عكسية قراءة عكسية ممكن القراءة العاطفية تكون عكسية ممكن تكون انت الشخص الياني داحتش علي واغول شريكك انتو ادرا انتو تعرفون اكثر لانها القراءة عامة فمستحيل تنطبق عليكم كلكم تنطبق علي جزء من عدكم فقط يعني ممكن تنطبق مسبة خمسين بالمئة ثلاثين بالمئة بس ما راح تنطبق مئة بالمئة على الكل هاي بالنسبة للبعض الاول اشوف هذا الشخص بالنسبة للمرتبطين اكون صلح بعد تباعد صارت بيناتكم ممكن صارت لكم سبع تيام او ممكن اكثر يعني الله اعلم حسب المدة اللي انتم متباعدين بها اشوف من بعد تباعد هذا الشخص ممكن راح يقرر ان هو ياخذ خطوة يعبر لك عن مشاعره واخيرا بعد فترة بعد تعب بس ما اشوفه هتجب طريقة مباشرة راح يبلش خطوة خطوة هو ميحب مو من النوع اللي يحب التسرع هو شوي فقيل قاعد بمكانه فراح يبلش طبعا هو مراقبك هسا حاديا ومنتظر منك اشارة او منتظر انه انت تدخل لبس راح يستسلم اخر شي وراح يدخل وراح يصير صلح بيناتكم هاي بالنسبة للناس اللي مرتبطين بعلاقة مو منفصلين وانما اكو زعل او فتور بالعلاقة صار لفترة اكو مصالحات راح ترجع من بعد عناد سواء من ناحيتك او من ناحيتك اما بالنسبة للبعض الثاني اشوف البعض منكم يا برج السرطان دا تحاولون تتهربون من شخص صار لكم فترة دا تتسحبون من العلاقة شوية شوية لانه هاي العلاقة اشوفها مؤثر عليكم هواية خلال هاي الفترة دا تفكرون بها هواية ممكن عدكم تخوف او تردد اتجاه شخص معين مخليكم متسحبين من هاي العلاقة فالبعض من برج السرطان اشوفك دا تحاول تطلع من علاقة الشخص هذا ما اشوف الغلط مني مية بالمية اشوف الغلط بيك ولكن ممكن هذا الشخص اللي انت قاعد تتعامل وياه او اللي منفصل طبعا هذا سيناريو ثاني اللي انقلت لكم هي قسمت قسمين القراءة العاطفية يعني ناس طاقة منها طاقة منها فهاي طاقة الشخص اللي انت قاعد تحاول تتهرب من عنده تتسحب منه او ممكن ذا تحس انه هذا الشخص متلاعب وياك بس هذا الشخص وجوده بحياتك مو صدفة انت وهذا الشخص الملتقين بامر من الله يعني الله هو اللي مسبب انه انتو تلتقون لانه هذا الشخص يريد يعلمك درس اما ممكن برج السرطان يكون سابقا اه كان ظالم احد مأذي احد بموضوع ما بعلاقة ما فاجه هذا الشخص بطريقك حتى يعلمك درس يسوي بك يعني هنا اكو كارما داحس اكو كارما بالعلاقة بالفئة الثانية الطاقة الثانية اكو كارما من شخص موجود بحياتك انت دا تحاول تتسحب من عنده انت دا تحاول انه تطلع من العلاقة لان هذا الشخص تعبت بس هذا الشخص اللي دا يسوي بكل وجوده حتى بحياتك انت ممكن تكون مريت بعلاقة سابقة شنة انت قاعد تسوي بالشخص الثاني مثل ما هو هسه قاعد يتعامل لياك شنة تتعامل والعلاقة القديمة اللي كانت عندك بنفس الطريقة اللي هذا الشخص حاليا قاعد يتعامل لياك بها فانت دا تحس انه اكو شون الحق قاعد ينرد حاليا او ظلم انت كانت ضالمر شخص قاعد يرجع طبعا القراءة ممكن تكون عكسية ممكن تكون انت اللي تريد اتعلم هذا الشخص درس او راح اتعلمه درس من بعد شيء بالماضي شان مؤثر عليه وتعب هذا الشخص اللي موجود اشوف انه هو بالفترة الحالية الناس اللي قاعد تتساحب دا حس انه هذا الشخص بموجود يبدلش ينسحب هو ايضا من العلاقة من بعد ما حس انه انتو قاعد تتهربون منا او تتباعدون يعني شاف طرف الخيط هو سباقكم فدا حس انه هو حاليا منسحب دا يخطط للانسحاب دا يخطط للابتعاد لانه هو قاعد يشوف انه العلاقة اللي بيناتكم ما تستحق المجهود اللي هو قاعد يبدله لان قلتلكم انتو ممكن البعض منكم قاعد يتعامل بطريقة مو طريقة الحقيقية وانما طريقة الشخص كان بحياتي سابقا وكان يعاملك بهاي الطريقة يا برج السرطان فانت قاعد تعيد هاي الطريقة بهذا الشخص كرد انه ممكن كرامة ممكن نقولها يعني اتجهي يجيب بس هذا الشخص انا شوفه هو طيب قلبه طيب وهو عنده خيبات امل سابقة وحاليا هو مجروح من عندك زعلان لان قتلك هنا حتى بطاقة العامة اكو شخص مستغرب انه مستغرب تصرفاتك ما عنده وضوح هو ده يحسب خسارة فقطن بس ما عنده معلومات كافية هو ما قاعد يعرف شون سبب انسحابك عن هاي الفترة هو ماك رؤية واضحة عندك انت تارك له طاقة تشويش لازم هذا الشخص يعرف الشي اللي انت ده تسويه هذا شون سببه فالهالسبب هو ما اخط طاقة الانسحاب هو ده ينسحب هو ده يخطط انه ينسحب من العلاقة لانه شاف انه العلاقة بينها تكون متعبة هاي بالدرجة الاولى ثانيا ده يحس انه المجهود اللي قاعد يبطلب هاي العلاقة ما راح يجيب نتيجة هو قاعد يستنزف يستنزف نفسه يستنزف مشاعره قاعد يحس انه هاي العلاقة مستنزفة الى صارت فالهالسبب هو قاعد يحاول ينسحب حتى ما يحصل للعشر سيوف اللي حصلها سابقا من شخص غيرك فالهالسبب هو بلش ينسحب لان يعرف انه العلاقة بينكم راح تنتهي فيحاول انه ينسحب من العلاقة باقل الخسار حتى ما تأثر عليها زايد فللناس اللي ينطبق عليها هذا السيناريو حاول انه تكون واضح ويا هذا الشخص واذا كان هذا الشخص مهم بالنسبة اليك فانصحك انه تترك الانسحاب اللي انت بي الانسحاب التكتيك اللي مسوي وتروح تحتي ويا هذا الشخص تحتي له مشاعرك بصراحة او حتى ممكن لا ترجع له بس انطيل سبب يخليه يفهم انت ليش قاعد تصرف فيها بهاي الطريقة وليش هيش قاعد تنسحب منه انطيه سبب يقنعه حتى لو انتو مثلا يعني تريد تنفصل منه او انت هذا الشخص ما مقتنع به تماما او ما زلت تفكر بالماضي لان هنا اكو دورة قاعد تنعاد فانت ممكن اكو شخص من الماضي قاعد يلعب بعقلك حاليا وهذا الشخص يكون علاقة جديدة فانت قاعد تعب الشخص الجديد بدون سبب وما لذا المجرد انه اكو شخص من الماضي رجع يتسحب بحياتك وقاعد يمارس عليك يعني هنانا العاب عقليا انه يلعب بعقلك شوي لان هذا الشخص اساسا شون تتعامله هو متلاعب فانت حاول انه تكون صريحه ايا هذا الشخص لا الظلمة لانه اذا ظلمت الكارما راح تنرد عليك مرة ثانية يعني هذا الشخص اذا انت جرحته راح تنرد لك مرة ثانية انت راح تنجرح ايضا فحاول تكون صريحه ايا هذا الشخص حاول انه ما توصله للعشر سيوف لان هو هسا خايف من النهاية اللي ممكن تكون بناتكم واله السبب قاعد ينسحب شاخك انت منسحب بدي شوف انه تعبه بالعلاقة ما قاعد يجيب نتيجة وياك انت ممكن معاند ممكن انت مصرع لانه تنفصل عنه بس بدون سبب واضح انطي سبب واضح وبعدها انفصل وان شاء الله يعني الله اللي بيخيار اليك يقدمه بس يا برج السرطان نصيحتي اليك هاي القراءة محاول ما تظلم احد ايضا برج السرطان البعض من عندكم انا نسيت اقولها ببداية اكو عندك احباط اكو موضوع صار لاربعة شهر انت منتظر خبر عنه او منتظر انهما يكمل بس اكو احباط اكو اكو يعني صفحة بحياتك او شيء ما بحياتك انت تتخطط له او منتظره قاعد يصير بي احباطات قاعد يتأخر هوايه كل ما قاعد تحس ان الموضوع اكتمل قاعد يتراجع الموضوع وينتهي يعني يوقف بمكان الموضوع واقف ما قاعد يتحرك مجرد احباط وتأخيرات فهذا الشي هو اللي يماثر على نفسيتك حاليا اذا كان هذا الشي هو الاساسي اللي يماثر على نفسيتك فاطلا مندي يقولك انه حاول تفكر بايجابية للمستقبل والفترة جاي الامور هتبلش تتحرك ويات بس الموضوع كله محتاج صبر انت عليك فقط ان تصبر بعد هذا الصبر امورك رح تبلش تتحسن تدريجيا ولكن احرص على انه انت ما تظلم الشخص اللي موجود بالفئة الثانية اذا شنت انت من اصحاب الفئة الثانية فحاول لا تظلم هذا الشخص حاول تكون واضح وصريح وياه وتقول له شنو سبب ابتعادك عنه اذا شنت انت شايل منه او زعلان لانه هنا انت انت منسح بهذا انت منتصحب يعني انت زعلان او ممكن قاعد راجعي ممكن راجعت نفسك وحسيت ان هو مو شخص اللي انت تدور عليه فصار حب هذا الشي وانسحب من حياتها بعدين بهدوء كل التوفيق لكم برج السرطان تحياتي لكم وان شاء الله الشهر يعد عليكم بخير وسلامة ويكون احلى من الاشهر اللي قبلها والله يحفظكم وبظل هاي الازمات اللي قاعد نعيشها حاليا وينطيكم الصحة والعافية